مع الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة يعمل معهد البحرين التنمية السياسية على إعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي من خلال البرنامج التدريبي لانتخابات 2018 والذي يستمر حتى سبتمبر المقبل منذ انطلاقة معهد البحرين للتنمية السياسية في العام 2005 وقد حمل على عاتقه نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة ورفع مستوى الوعي السياسي والتنموي والنهوض بالمسيرة السياسية في مملكة البحرين تحقيقا لأهداف المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد المفدة ومع الاستعدادات الجارية للانتخابات التشريعية والبلدية المقبلة يعمل المعهد على إعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي ولذا فقد أطلق البرنامج التدريبي لانتخابات 2018 والذي يستمر حتى سبتمبر المقبل ينطلق معهد البحرين التنمية السياسية في خطته الاستراتيجية لهذا العام من منطلق طويل المدى عمل فيه سابقا ويستمر فيه وهو رفع الوعي السياسي السليم للناخب والمعتمد على دستور البحرين وميثاق العمل الوطني المعهد في خطته وبرامجه يستهدف كافة فئات المجتمع سواء الطفل أو الشباب أو الكبار يشمل البرنامج باقة تدريبية متنوعة تستهدف المترشحين للانتخابات ومدراء الحملات الانتخابية وفرق عملهم وصولا إلى صقل مهاراتهم وكل ذلك من غير رسوم تركيزنا في هذه السنة بما أنها سنة انتخابية ركزنا أكثر على رفع الوعي للكتلة الانتخابية في 2018 من خلال برامج تدريبية من خلال برامج استشارية راح يقدمها المعهد ومستمر فيها من خلال استشارات للمترشحين وبرامج تدريبية للمترشحين ومدراء حملاتهم وفرق العمل لهم من خلال برنامج الوطني للانتخابات والذي بدأت هذه الأسبوع وانطلق من خلاله في تدريب تقريبا وصل العدد إلى ما يفوق 240 شخص رجال ونساء سواء كانوا مترشحين أو من سيعمل معهم في فرق عملهم البرنامج يركز على ثلاثة محاور رئيسية متصلة هي المحور القانوني والمحور السياسي والمحور الإعلامي ويجتمل كل محور منها على عدد من المحاضرات والدورات التدريبية المتخصصة التي تغطي كافة الجوانب المتعلقة بالعملية الانتخابية يتكون البرنامج التدريبي من ثلاثة محاور المحور الأول هو المحور القانوني وهو يتكون من عدة محاضرات توعوية عن الإطارين السياسي والقانوني وعن الرغاب على الانتخابات وعن مهارات صياغة التشريعة وإلى آخره وكذلك يتكون المحور الثاني المحور السياسي من مهارات إعداد البرنامج الانتخابي ومهارات الدعاية الانتخابية ومهارات إدارة الميزانية الحملة الانتخابية أما المحور الأخير وهو المحور الإعلامي فيتكون من مهارات إعلامية والتغطية الإعلامية والصحفية ومهارات البروتوكول والمراسم يذكر أن المعهد يسعى لإصدار دليل الناخب الذي يتضمن إحصاءات ومعلومات عن الناخبين والدوائر الانتخابية والمرشحين إضافة إلى دليل إرشادي لكيفية مراقبة الانتخابات النيابية والبلدية وكتيبات التوعية بالانتخابات لتعريف الناخب بحقوقه وواجباته